الدعاء عبادة عظيمة لكن يجب أن نحسن هذه العبادة يعني ندخل على الله لما ندعوه بأسمائه الحسنى ندعوه بصفاته العلا نلح نكرر نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نجمل ربنا أتنا في الدنيا حسنة حسنة الدنيا تشمل كل التفصيلات ماذا تريد؟ أي شيء طيب في الدنيا بيت مركوب سيارة زوجة أولاد وظيفة رزق ثناء حسن جيران صالحين حسنات الدنيا كثيرة وفي الآخرة يا حسنة ستر يوم القيامة أنك تكون في ظل العرش يثق الميزانك تؤتى صحيفتك بيمينك أن الله يتجاوز عنك يذنيك ويسترك تريد الحوض وتشرب تكون من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تقولها مقرأ كتابية تفرح تجاوز الصراط بسلامة بسلامة كل من حسنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في ناس يخطئون في الدعاء أخطاء فتعالى ونتعرف على بعض الأخطاء مثلا بعضهم يعتدي في الدعاء يسأل ما ليس له يجوز واحد يقول الله ما اجعلني نبيا مثلا يقول الله ما اجعلني وعمر إلى آخر الزمان إلى أن تقوم الساعة أشياء تناقض حكمة الله وتناقض شرع الله وتناقض أمر الله وتناقض قضاء الله وتناقض قدر الله أحيانا الاعتداء يكون في ألفاظ الدعاء أو هيئته أو زمانه أو مكانه يعني مثلا يعني يدعو بعدد ما ورد في السنة أو في الكتاب والسنة يدعو على هيئة بعد السلام من الصلاة بذن يقول استغفر الله استغفر الله ربما تسلامك السلام سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله الله أكبر 33 إذا به الإمام والمؤمن بدعاء جماعي بصوت واحد طيب هل هذا هكذا ثبت في السنة بعض الناس طبعا عندهم شيء خطير جدا ودعاء غير الله فيقول يا علي يا فاطمة يا حسين يا عيدروس يا بدوي يا رفاعي يا عبدالقادر يا جيلاني هذا شرك واضح قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا يكفرون بماذا يكفرون بشرككم سماوا شركا هذه بعض الناس يرفضوا لا 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 هذا اسمه شرك اسمه شرك تدعو الميت والغائب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم من الاعتذاء في الدعاء الصياح الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وكذلك فإن من الاعتداد تكلف السجع كما قلنا والتشقيق والتفصيل كما ذكرنا أشياء سألك الجنة والنعيمة وحورها وأشجارها وثمارها وظلالها وخلاص يا أخي اسأل الله الجنة إذا عطاك يعطاك ياهو بما فيها كذلك أن يشتمل الدعاء على التوسلات البدعية بجاه أسألك يعني بذات النبي أو بجاه النبي أو بجاه فلان أو بجاه الولي الفلاني الآن نحن نعلم أن النبي له جاه بالتأكيد وأن هذا الجاه عظيم عند الله ما في شك لكن الله علمنا ماذا علمنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما قال اسألوني بجاه نبي ولا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال مثلا اسألوا الله بجاهي وفي حديث مكذوب موضوع إنه سألوا الله بجاهي فإن جاي عند الله عظيم مكذوب حديث كذب فبعض الناس يسأل الله بأشياء ما أسألك بحق بحق يوم كذا بحق كذا أول أول ما تسأل نفسك هل هذه الصيغة مشروعة وردت حتى أسأل الله بها هذا دعاء الدعاء عبادة والعبادة ما فيه اختراعات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل يا رحمن يا رحيم يا كريم يا تواب يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ليش بجاه فلان وبحق كذا وبساعة مذري كذا وبحيات فلان يعني اختراعات سبحان الله وبعدين على المخاليق بدلا ما يروحوا للخالق ويسألوا بأسماء الحسنى يروحوا بواسطة مثل يعني ما نعبدهم من الليل ويقربونا لله يزلفة ما تحتاج يا جماعة ما تحتاج ما تحتاج واسطة بينك وبين الله شيل فكرة أن يكون واسطة بينك وبين الله على طول يا الله يسمع على طول من أخطاء بعض الناس استعجل يقول دعينا دعينا وما في فائدة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فالله عز وجل يعطيك كريم إذا ما أعطاك الآن يعطيك لاحقا بعد مدة يؤخر لحكمة يعطيك بدلا منها شيئا أعظم مما طلبته يدفع عنك شرا أعظم مما استعذت منه أو سألت دفعه كل داعي لأن الله ما يخنف المعاد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ما دام قال أجيب يعني لابد أن يستجيب في ناس من اعتداء بالدعاء يدعو على نفسه وعلى أهله على أولاده قال لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم وبعضهم يقول لا ادعي أن نجعل عذابي في الدنيا يا أخي اسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة الله عظيم على كل شيء قدير بعضهم يدعى نفسهم بالموت لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه نسأل الله السلام عليكم